وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد هذا برنامجكم دار السلام وهذا لقاوكم في تفسير سورة القارعة وصورة القارعة صورة مكية بالإجمع قال الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قول ربنا عز وجل القارعة ما القارعة هذا عند جمهور أهل التفسير اسم من أسماء يوم القيامة وقرع في اللغة ضرب شيء بشيء فيحدث صوتا فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تقرأ الآذان كما أن الطامة اسم من أسمائها لأنها تطم وتعم كما أن الصاخة اسم من أسمائها لأنها تصخ الآذان كما أنها ستقع حقا قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة وعلى هذا يقاس كل نظير لها من أسمائها التي سماها الله عز وجل بها وجاء منصوصا عليها في كتابه العظيم فقال عز وجل هنا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الفعل قرع وما يتعلق به جاء في القرآن في بعض مواضع جاءت القارعة هنا وجاءت في صورة الحاقة الله عز وجل قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة إذن الإيمان بالقارعة ووقوعها هو من جنس الإيمان باليوم الآخر لأن اليوم الآخر يشمل على أمور كثيرة عظام والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وفي قصص القرآن عندما يذكر الله عز وجل أنبياءه ورسوله كيف يدعون الناس إلى الدين يقول جل ذكره وارجوا ليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر أمره وشأنه عظيم في الدين ذلك لمن كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر حتى بخطاب القرآن لهذه الأمة المحمدية أمة نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم الآخر القارعة فقال الله عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة قلنا إن الفعل قرأ جاء في القرآن وذكرنا آية الحق كذلك جاء في صورة الرعد الله عز وجل قال ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لا هدى الناس جميعا ثم جاءت الآية التي بعدها أو في الجزء الثاني من الآية ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المعاد فهذا ذكر للقارعة والمقصود به الأمر الشديد والهوء العظيم لعتوهم وعنادهم واستكبارهم والآية تجري مجرى الوعيد والتهديد والإنذار لكفار قريش كما جاء الفعل قرع في القرآن جاء في السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما أفاء الله عليه من النعم وما أعطاه الله من الكرامة وما سيؤتيه الله يوم القيامة فقال أنا أول من ينشق عنه القبر أنا أول شافع ومشفع وأخبر أن لواء الحمد بيده ثم ختم ذلك كله عليه الصلاة والسلام بقوله وأنا أول من يقرع باب الجنة لكن فرق كبير وبون شاسع ما بين قولي عليه الصلاة والسلام أنا أول من يقرع باب الجنة لأنه يحرك حلقتها فهذه القرع هنا أمر تحن إليه القلوب تنشده الأفئدة يترقبه المؤمنون الأمم كلها خلفه صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يقرع باب الجنة فالناس وعدوا في الجنة منذ قديم الدهر منذ أن كانوا في الدنيا وعلى الأرض يعملون الصالحات ويأتون الحسنات ويخشون السيئات ويرجون ربهم ويدعونه ويرغبون إليه ويسجدون له ويصلون له ينتظرون دخول الجنة فالقرع هنا أمر تلاهف القلوب إليه النفوس تريده وهذا لفضله خص به نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أول من يقرع باب الجنة فيقول الخازن من أنت يقول أنا محمد يقول أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك فهذا الخازن مأمور أن لا يأذن بدخول أحد وأن لا يفتح باب الجنة لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا قرع لكن قول الله أز وجل هنا القارعة ما القارعة قول يختلف تماما قرع آخر هذا قرع كذلك جاء في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يوضع في قبره ثم قال يسمع قرع عن حالهم فما من ميت إلا ويحفه أقوام يتولون دفنها بعد أن تولوا تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ثم يوارى في التراب ثم ينزل من كتب الله له أن ينزل لذلكم القبر ثم السنة تحل أربطة الكفن ثم يوضع الميت إذا كان القبر لحدا على جنبه الأيمن ثم يوضع شيء من التراب يسير خلف ظهره حتى لا ينكفئ لا يعود على ظهره فيصبح جنبه الأيمن على القبلة الله عز والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكعبة قال قبلتكم أحياء وأموات ثم بعد ذلك يوضع لبن حتى لا يدخل التراب عليه فإذا وضع اللبن خرج بعد ذلك من نزلوا في قبره ثم يحثى التراب على القبر ثم يوضع عليه شيء من العلامة يسيرا دون أن يرفع القبر ثم ينصرف الناس عنه يقول صلى الله عليه وسلم إنه يسمع قرعن حالهم وهم لتوهم انصرفوا عنه وهذه مسألة طويلة هل أهل القبور يسمعون أو لا يسمعون والذي يظهر العلم عند الله أنهم يسمعون سماعا مخصوصا معين محددا في وقت مثل سماع قرع النعل أما على إطلاقه فالذي يترجع عندي أنه لا يسمعون والله عز وجل بين ذلك في كتابي قال وما أنت بمسمع من في القبور فإن حملت على الحقيقة وحملت على التشبيه والمجاز فالأمر واحد وقد فصلنا هذا في دروس لنا سبقت لكن المقصود لفظ كلمة قرع في قول الله عز وجل القارعة ما القارعة فهذا قرع النعل يسمعه الميت وهو في قبره وذلك قرع باب الجنة يترقبه المؤمنون لكن القارعة هنا شيء آخر ولهذا جاء الاستفهام القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كل ذلك تهويل للأمر وتعظيم له وإجلال له هناك ملك يقال له إسرافيل وإسرافيل أحد رؤساء الملائكة الأربعة وقد أوكل الله عز وجل إليه شيئا عظيمة وهو النفخ في الصور وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه إلى اليوم لم يحرك جفنه خشية أن يشغل عنه فيأتيه الأمر بأن ينفخ بأن ينفخ في الصور وفي الحديث قال وصاحب القرن قد اتقم القرن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ والله عز وجل أسند النفخ كله في القرآن إلى ما لم يسمى فاعله قال ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور لكن دلت الأحاديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم على أن الملك الموكل بالنفخ في الصور يقال له إسرافيل وبعض العلماء يقول هذه القارعة يموت بعدها كل أحد إلا إسرافيل ثم يقول الله عز وجل له مت فيموت فيموت إسرافيل فلما يموت إسرافيل يتحقق قول الله كل شيء هالك إلا وجهه وقول الله كل من عليها ثان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقبل الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فهذه الآيات وأمثالها في الكتاب العظيم يتحقق معناها يتجلى ويأتي تأويلها الحق يوم يأمر الله عز وجل إسرافيل أن يموت فيموت بعد أن نفخ في الصور ثم يحيي الله جل وعلا إسرافيل ثم يأمره أن ينفخ فينفخ فينفخ إسرافيل النفخة التي يكون بعدها حشر الناس وقيام الأشهاد بين يدي رب العباد جل جلاله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة فانظر إلى الفوارق العظام ما بين قرع النعل الذي يسمعه الميت وما بين قرع باب الجنة وما بين الشدائد التي هي دون القيامة التي قد تأتي على أهل الكفر ثم القارعة التي تعم وتطم وتصخ الأذان وتأتي على الخلق جميعا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الإيمان بها ركن من أركان الإيمان والتكذيب بها كفر وبهتان قال الله كذبت ثمود وعاد بالقارعة فقال ربنا هنا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث بث الشيء أخرجه نثره لأن البث فيه معنى من معاني التفرق والله عز وجل ذكر عن يعقوب عليه السلام أنه لما تشتت فكره خوفا على ولده وجاءه أبنائه وأخبروه بفقد بن يمين بعد أن فقد يوسف وأخبروه بامتناعي الكبير روبيل أن يعود حياء من أبيه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وذكر الله عز وجل البث في خلق الدواب وبث فيها من كل دابة وقال بث فيهما رجالا كثيرا ونساء وقال جل وعلا هنا كالفراش المبثوث لكن هذا الفراش يختلف عن حال الناس قبل أن يموتوا الفراش طير معروف يتساقط على مواطن النار والسراج وأضرابها في أصح أقوال أهل العلم في تفسيره وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلوكم كرجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يتساقط فيها وهو يمنعها فأنا آخذ بحدزكم عن النار صلوات الله وسلامه عليه وفي الحديث ظاهر رأفته ورحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بالخلق فكلما كان الإنسان رحيما بالناس رؤوفا بهم شفيقا عليهم كان ذلك أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الدين همز الناس ولا لمزهم ولا ذمهم ولا مجادلتهم ولا كثرة اللوم عليهم ينبغي للإنسان أن يتكلم بالحسنة ويدعو إلى صراط الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمراد قول الله عز وجل كالفراش المبثوث وبعض أهل العلم يقول إن هذا أول خروج الناس لكن إن هذا أول خروج الناس لكنهم بعد ذلك ينتظمون فيقولون نتفق معكم أن الفراش لأست له وجهة أن الفراش من معانيه ومن أحوالها الطيش وعدم المعرفة وعدم المعرفة والتهافت والتساقط وأن يركب بعضه بعضا وهذا حال الناس أول ما يخرجون من القبور لأنهم لا يدرون أين يذهبون فيتقدمهم إسرافيل وينادي بهم هيئة والعظام البالي هيئة الأوصال المتقطعة إن الله يدعو كن لفصل القضاء ويتقدم إسرافيل الخلق فيتبعونه قال ربنا يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا هذا الاتباع ينقلهم في التشبيه من حال الفراش إلى حال الجراد لأن الجراد كما ترى منتظم بخلاف الفراش الذي فيه من الطيش ما فيه والله قال كأنهم جراد منتشر كأنها مرحلة بعد مرحلة طور بعد طور طبقا بعد طبق حتى يستقيم حال الناس ويسيرون إلى المحشر ثم تختلف الركائب تختلف الأحوال تختلف الكسوة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفد ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد ونحشرهم على وجوهم عميا وبكما وصم ما وهم جهنم وكلما خبت سدنعهم سعيرا قال قتاد رحمه الله بلى وعزة ربنا إن من جعلهم يمشون على أقدامهم يجعلهم يوم القيامة يمشون على وجوههم أسأل الله العافية فهذا من معاني قول الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ولا يكون الناس كالفراش المبثوث إلا بعد وقوع القارعة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها في هذه الصورة الكريمة بقي أن ذكر الله بعد حال الناس ذكر الله حال الجبال قال هنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ثم قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش تفسير قول الله عز وجل وتكون الجبال كالعهن المنفوش وما بعدها إن شاء الله تعالى نفيء إليه بعد هذا الفاصل الحمد لله هذا اللزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام وكنا قد انتهينا عن اللزء الأول من قول الله عز وجل القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ثم قال أصدق القائلين وتكون الجبال كالعهن المنفوش الجبال مفردها جبل وقد خلقها الله عز وجل وجعل من طبعها الاستقرار والثبات والعلوم وهذا أمر مشاهد وجعلها الله عز وجل شامخات وجعلها رواسية وقد تحجبت الملائكة منها يوم أن خلقها الله حتى سألوه هل في خلقك أعظم من الجبال فالجبال شأنوا عظيم حتى في عين الناس والشيء إذا أريد تعظيمه يشبه بالجبال الله قال وهي تجري بهم في موج كالجبال وقال جل وعلا عن السفن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فالأعلام هنا جمع علم والعلم هنا بمعنى الجبل والخنساة تقول في رثاء أخيها صخر قالت وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار ما معنى علم جبل بل قيل إن علم هذا اسم جبل بعينه فالمقصود أنه استقر في أبصال الناس وفي أذهانهم في قلوبهم في عقولهم أن الجبال شيء عظيم الخلقة شيء عظيم الخلقة ثابت مستقر فإذا كانت هذه القارعة جعلت من هذا الجبل الغليظ الشديد ذي الصخرات يقول الله عنه وتكون الجبال كالعهن المنفوش العهن الصوف إذا نفشناه باليد يسمى منفوش وإذا نفشناه بالآلة يسمى مندوف يسمى مندوف فعندما ننفشه باليد دل ذلك على أن أمره يسير على أنه شيء مقدور عليه فلهذا قال الله عز وجل وتكون الجبال كالعهن المنفوش هي أولا تدك ثم تصبح كالعهن المنفوش ثم تصبح هباء منبثة كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وأخبر عن ذلك في كثير من الآيات في النمل والفجر وصورة طاها وغيرها من الصور أخبر الله عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وهنا يقول وتكون الجبال كالعهن المنفوش قال بعض العلماء إن هذا الصوف إذا قيل عهن منفوش كذلك يوحي يشعر بأنه ذو ألوان وأخذوا هذا من أن الله لما ذكر الجبال ذكر أنها ذات ألوان الله يقول ومن الجبال جدد بيث وقال وحمر وقال وغربي بسوت فهذه الألوان كلها موجودة في الجبال فكأنها يوم القيامة عندها تصبحه كالعهن كالصوف يظهر عليها ألوانها ما الفائد من هذا كله الفائد إذا كان هذا الجبل على صخراته وهضباته واستقراره وثباته أصبع هكذا فكيف سيكون حال بني آدم والله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا ما حال بني آدم وهم الذين كونهم الله من لحم ودم وعصب كيف يكون حالهم وهذا هو حال الجبال على ما فيها من قوة على ما فيها من شدة على ما فيها من تماسق على ما فيها من غلظة ربنا يقول وتكون الجبال كالعهن المنفوش فما حال بني آدم فقال الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية بما تثقل الموازين بالحسنات ما أعظم الحسنات قول لا إله إلا الله ما الذي يثقل به الميزان حسن الخلق ثم يختلف قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان إن العبد كلما خلى بنفسه حري به أن يستشعر نعمة الله جل وعلا عليه كيف كان وكيف هو اليوم في سائر أحواله فذلك يجعله يعظم نعمة الله جل وعلا عليه والإنسان إذا عظم في عينيه في قلبه نعمة ربه عليه أكثر من حمده أكثر من شكره وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا كلما وفق الإنسان لطاعة كلما وفق الإنسان لعمل صالح كلما وفق الإنسان لصدقة يتصدق بها إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة يحمد الله على أن وفقه للعمل الصالح ولم يخضل ويتركه لنفسه وإلا لهلك لغلب عليه الهلع لغلب عليه الجزع لغلب عليه الشح لغلب عليه سوء الظن بالله ولا أتى من القبائح ما يأتي فقال الله عز وجل هنا وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فتثقل بحمد الله وتثقل بحسن الخلق مع الناس مع ذي الرحم مع الجار مع الوالدين من قبل مع أسائل الخلق يثقل الميزان بحسن الخلق كما دل ذلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الإنسان قد يبتلى بشيء من مصائب الدنيا فيصبر ويأظم صبره ولا يكون منه صخط ولا جزع ويلهج بالحمد لله ويقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار فيثقل بذلك الميزان ولهذا قال العلماء إن من دلائل ثقل ميزان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في ميزانها بمعنى أنه مات قبلها فقدت فلما فقدته صبرت والصبر على وفاة أب مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق ليس بالشيء اليسير فجعل الله أز وجل النبي في ميزانها كما جعل أخواتها في ميزانه صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا إن عمر بن عبد العزيز لما توفي ابنه عبد الملك وكان عبد الملك صغير يعني وهو شاب يافع كان شابا صالحا فلما مات يروى أن عمر بن عبد العزيز قال الحمد لله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلني في ميزانك فهو يرى أن ابنه كان موفقا مسددا شابا نشأ في طاعة الله فخير لعمر أن يكون ابنه في ميزانه والمراد ثقل الميزان قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية عيشة راضية كل ما فيها يدعو إلى الرضا وبعض العلماء تنبه إلى التاء في قوله جل وعلا راضية فيقول إنها ترمز تشير يُعنى بها الوحدة في الشيء يعني شيء واحد ما معنى شيء واحد هذه الدنيا التي نعيشها الآن قد أنت تأتي عليك أوقات ليالي أيام تكون حياتك فيها راضية لكنها لا تثبت صحة بعد سقم سقم بعد صحة غنى بعد فقر فقر بعد غنى كرب بعد انشراح انشراح بعد كرب هذه حال الدنيا لكن أهل القيامة هذا لا يعتريهم لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب لا شيء يأتي أرواحهم فيكدرها ولا شيء يأتي أجساد لا شيء يأتي أرواحهم فيكدرها ولا شيء يأتي أجسادهم فيضعفها ويتعبها كل ذلك برأهم الله جل وعلا منه وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب فقال عز وجل فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية أمه هاوية فيها تفسير كثيرا للعلماء منها قالوا أم كل شيء كل أصل يرجع إليه فهو أم وكل من ولي أحدا بتربية أو بولادة أو بإصلاح أو برعاية فهو أم له وهذا كثير في كلام العرب لتنذر أم القرى وإنه في أم الكتاب لدينا وهذا كثير وقد ذكروا عن أمي ابن أبي الصلت أنه قال فالأرض يتكلم عن الأرض فهي أمنا وكانت معقلنا وبها مقابرنا وفيها نولد فذكروا أن الخبر على أن الأرض أمنا على أن الأرض أمنا قال أمي ابن أبي الصلت الآن عندما يصيب الإنسان فرح أعظم من يفرح له أمه وعندما يصيبه حزن أعظم من يحزن له أمه ولهذا إذا الإنسان كدر يقال ثكلتك أمك لأنه يصيبها الحزن على كدرك ولهذا ذكروا في إخبارهم أن أعربيا صلى وراء إيمان والأعربي على فطرته يتكلم بما يعرفه من حال الناس فقرأ الإمام قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال الأعربي لقد قرت إذن عين أم إبراهيم لقد قرت إذن عين أم إبراهيم يعني أن أم إبراهيم ستفرح وتقر عينها وهذا حق فقالوا معنا فأمه هاوية أن الإنسان إذا فزع لجأ إلى أمه فتأويه تضمه وهذا مشاهد محسوس لكن أولئك الكفر عياذا بالله من الذي تضمهم النار فأصبحت كالأم لها وليس في النار من الخير مثقال ذرة أسأل الله العفو والعافية وبعضهم يقول إن أمه هنا أي دماغه لأن الإنسان إذا هوى يسقط ابتداء أثقله قالوا أثقل ما في البني آدم رأسه فيكون منتكسا رأسه قبل قدمه قالوا هذا من معاني قول الله فأمه هاوية وهوى بمعنى سقط وقد ذم الله عز وجل الهوى في كتابه في أكثر أحوال أرأيت من اتخذ إلهه هواه فلا تتبع أهواءه ولو اتبع الحق أهواهم ونفس السماوات والأرض والآيات في هذا المعنى كثيرة فقال الله عز وجل هنا فأمه هاوية ثم قال وما أدراك ما هي هذا استفهام لكنه ليس استفهاما معلقا جاء الجواب عنه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الأصل أن كل نار حامية لكن وصفت تلك النار الكبرى بأنها حامية ليعلم عظيم ما هي فيه من شدة الحرارة وهذا مذكور في القرآن في قضية أن العقال حمية في الشيء الذي في الأعراض في الشمس في النار والله عز وجل قال وجدها تغرب في عين حمية وقال جل وعلا يحمى عليها في نار جهنم وهذا لفظ استعمل في القرآن كثيرا والمراد أنها يفيد المعنى فأمه هاوية من المعاني أنها بعيدة القعر ويدل علي حديث سبعين خريفة فإن قعر جهنم عياذا بالله كما دلت عليه الحديث سبعين خريفة أي سبعين عاما وهذا كله ينبيك عما فيها من العذاب وقال الله شرها فقول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية إخبار عن أهل الصلاح والفلاح والتقوى وقول الله عز وجل ومن خفت موازينه فهمه هاوية إخبار عن أهل الكفر والشقاق والنفاق والفساد وغير ذلك من أهل المعاصي يقال إن الله سكت عن فريق تساوت حسناته وسيئاته وهذا دفع بعض أهل العلم لأن يقول إن هؤلاء هم أصحاب الأعراف وإن كنا قد رجحنا في دروس لنا كثيرة أنهم من الصعب أن يقال إن أصحاب الأعراف أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وإن كان قولا معتبرا قال به بعض الأجلاء من أهل العلم الإنسان يسعى في الازدياد من الحسنات ورمضان أعظم الشهور طريقا لأن يزداد الإنسان من حسناته الحج العشر الأول منه يزداد الإنسان من الحسنات لأنها أيام مباركة أقسم الله بها في قول بعض أهل العلم والفجر وليال عشر وغير ذلك من مواطن الخير ثلث الليل الآخر السجود حال السجود كل تلك مواطن يتقرب العبد إلى الله فيها هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وأعانى الله على قوله حول تفسير هذه الصورة المكية المباركة صورة القارعة والعلم عند الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون الحمد لله هذا اليسر الثالث من لقائي اليوم قد بيننا أن اللقاء كان تفسير صورة القارعة من برنامجكم دار السلام الأخت كريمة من الجزائر تفضلي يا أختي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ هل يجب تقضي الراتب عن أيام العمل مع علم أن المدير المؤسس المدير العمل هو الذي أمر بفرص الراتب يا أختي ما دمت تأخذين الراتب من مصدره عن طريق النظام هو لا ينزل فيه وظيفة حكومية خذيه واستلميه حلالا طيبا لا حرج فيه ولا تساعد عن أشياء نعم الأخ مثنى من أبو ظبي السلام عليكم يا شيخ السلام حياك الله يا مثنى يا شيخ عندي سؤالين بخصوص أذكار صباح والمساء بعض الأذكار يعني ما نتفهم منها أنه مثلا مفعولة مثلا ينتهي بزوال الشمس أو بشروقها فمثلا دعاء سيد الاستغصار هل هكذا تفهم الأدعي لا 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 تفهمها كذا يعني عبارة التي يقول انتهى مفعولها يعني صعب يعني لا تقال في الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفاري أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا حديث عظيم تقوله صباحا كلمة صباح هذه تبدأ من أذان الفجر إلى ضحاء هذا كله يسمى صباحا لو فاتك نسيته شغلت عنه قوله قبل الظهر قوله في النهار وكذلك قال من قاله إذا أمسى المساء يبدأ قبل القروب بقليل يبدأ بعد صلاة العصر لو لم نسيته أن تقوله قبل المغرب قوله بعد المغرب نسيت أن تقوله بعد المغرب قوله بعد العشاء يعني يبقى الأمر واسعا يا أخي الكريم سؤال الثاني هو بخصوص التوقيت وأحضرتك أجاوب تعليم شكر الله لك يا غالي حياك الله نعم الأخ عبد الله من إيران علوه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الله يبقيك شيخ صالح أنا مرتين جعد أراك بالننام أتكلم أنك خاصة أقول مرتين أراك بالننام أتكلم أنك خاصة لكن رأيي إليك طيب أعطيني أعطيني الرؤية يا عبد الله يمكن على الهواء أعطيني هيها على الهواء ربك يسر والله طوري له شوي أعطيني الزبدة الزبدة والله أرأيتك يا يا البيتنا في إيران نعم نعم يعني كانت الرؤية طويلة شوي هذا فقط نسأل الله إن شاء الله أين تسكن أنت في إيران أين تسكن إيران جنوب إيران جنوب إيران يكتب الله اللي في الخير ويسر الله الأمر في عندك سؤال يا أخ عبد الله لعل لم يعطونك الجوال وتقص علي الرؤية إن شاء الله شكرا يا أخ عبد الله الأخ أيمن من دبي السلام عليكم شيخ صالح السلام ورحمة الله إزاك الله خير أنا بكتور أنف ودن حنجرة ببحث مرات المرضى وسوي تنظير للأنف والحلم هل المنظار بدون استعمال أدوية موضعية أو أدوية بالأنف أو في الحلم لا المنظار لا يعد طعاما ولا شرابا ولا في حكمهما ولا يتقوى به بدن إن كان الأمر كذلك لا يعد مفطرا يا أخي الكريم السؤال الثاني شيخ صالح بصورة الكهف سيدنا موسى أو بصورة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر العبد الصالح نعم بصور حكمة كانت أن العبد الصالح طلب من سيدنا موسى ما يسأله عن تفسير الأحداث اللي بتصير معهم إلا بعدين يعني ليش ما كان تفسير مباشر مدام كان التعليم وتفهيم هو ربما أراد أن يعلمه الصبر لأن موسى كلفه الله عز وجل ببني إسرائيل وبني إسرائيل فيهم من يعني العنت الشيء الكثير فربما أراد الخضر بوحي من الله أن يعلم نبي الله موسى الصبر في أنه لا يستعجل الأمر قبل أوانه وأن يتريف ثم هذا يعلمنا جميعاً ثمت أشياء قد لا يعرفها الإنسان في وقتها لكن بعد ذلك يعرفها ولهذا قالوا أن من الحكمة أن يتريف الإنسان في الأمر لا يكون عجلاً في الحكم حتى يعني يكشف الغطاء والإنسان لو صبر على أشياء كثيرة يرى تأويلها بعد حين وقد قالوا أن لقمان كان يجرس إلى جوار داود وكان داود يصنع الدروع ولم يكن الناس لهم علم بها فكان داود يتعجب من صبر لقمان أنه لا يسأل وينتظر حتى يفرغ حتى تم الله على داود صنعها فلما صنعها ولبسها قال نعم لبوس الحرب أنت عرف لقمان أنها دروع من غير أن يسأل فقال يقولون أن داود قال له لأمر ما سميت حكيماً ولهذا من هنا أخذ المثل الصمت حكمة وقليل فاعله الصمت حكمة وقليل فاعله والعلم عند الله يا أخ أيمن نعم الأخت سوساً من الأردن السلام عليكم يا شيخ السلام ورحمة الله إذا تمحت عندي سؤالين يا شيخ إيش الفرق بين الأجل المسمى والأجل المقضي حسب سورة الأنعام نعم هو الذي قضى أجلاً وأجل مسمى عنده اختلف العلماء في معنى الأجلين فقيل يعني مثلاً نقول يعني زيد من الناس فالأجل المسمى ما كتبه الله عز وجل أن يموت يعني أن عمره مثلاً ستون عاماً والأجل الأجل المقضي ستون عاماً الأجل المسمى هو الأجل المقصود به نهاية الدنيا يعني هذا الرجل وإن مات بعد الستين لكنه لن يبعث حتى ينتهي الأجل المسمى الذي كتبه الله عز وجل وهو قيام الناس للأشهاد هذا أشهر ما قيل في معنى هذه الآية التي هي في صدري سورة الأنعام هو الذي قضى أجلاً وأجل مسمى عنده جل وعلا نعم السؤال الثاني يا أختي لو سمخدت يا سيخ يعني العين الحق اللي تؤدي إلى الوفاة تقع ضمن الأقدار نعم هي من الأقدار هي قدر وسبب نعم يعني لا يكون سبب الوفاة بسبب العين يعني يكون بسبب هي يجعلها الله عز وجل سبباً يجعلها الله عز وجل سبباً ونبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق والصحابي لما أراد أن يغتسل وكان حسن الجسم وراه غيره وقال كلمة معروفة فذلك سقط مغشياً عليه فهي لم تبلغ به العين أن تقتله لكنها صرعت ثم أفاق بعد أن أخذ له من وضوء أخيه وغسله فالعين حق لكن لا يبالغ الإنسان في مسألة هذا الأمر لكن الإنسان وهو يرى ينبغي أن يوطن نفسه على أن يقول ذكر الله إذا رأى شيئاً يعجبه وكثيراً ما يرى الإنسان شيئاً يعجبه فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله أحسن الخالقين وأضرابي ذلك مما جاء في الذكر نعم الأخت فاطمة من أبو ظبي السلام عليكم ورحمة الله وشيخنا عليكم السلام هياك الله أختي السؤال كالتاعي الحين إذا فيه هو الشاب تزولت غصباً عن أعلى نعم دابة الوخت فاطمة أم عبد العزيز تفضلي أم عبد العزيز من الشاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك بغيت عرف الأجر يعني اللي هو الصلاة في الحرم إذا أنا ما بصير الحرم يعني بصلي في الفندق إذا كانت الصلاة واحدة بمعنى أنك تصلي مع الإمام في نفس الجماعة يعني نفرض أنك ذهبت إلى الحرم وخفت من وهج الشمس فصليت في الفندق والفندق مطل على الحرم وعندهم صالة أو مصلى أو مسجد أو بعض الغرف فسيحة جداً لها زجاج يطلع على الحرم ترين المصلين تسمعين التكبيرات تكبيرات الانتقال وأنت تتبعين الإمام في صلاته هذا إن شاء الله أجرك أجر صلاة كاملة بإذن الله في أكثر أقوال أهل العلم المعاصر مع الإمام يعني مع الإمام لكن لو صليت لوحدك تأخذين أجر الصلاة على أنك صليت في الحرم بمئة ألف لكن ما تأخذين أجر الجماعة تأخذين أجر أنك صليت بمئة ألف لأن مكة عند جمهور العلماء كلها حرم كلها حرم يعني في الأجر ليس المقصود أن مكة كلها حرم لكن فيها حل مثل حرفات ومثل التنعيم نعم أمت الله من دبي أرى والسلام عليكم السلام ورحمة الله ما الشيء أنه بمعنى الآية في صورة الإسراء نعم وذا قرأت القرآن اجعلنا بينك وضينا الذين يؤمن بالآخية حجاباً مستوراً نعم ما معنى هذه الآية الله عز وجل ذكر هنا يا أختي الكريمة يا أمت الله بعض أحوال كفار قريش بلغ بهم الكفر والعناد إلى أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قال يخبر أنه حال بينهم وبين فهمهم للقرآن بينهم وبين فهمهم للقرآن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً نحن أعلم ما يستمعون بإذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسهوراً هذا بعد قوله جل وعلاً جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً بعض علمائنا ممن أدركنا يرى أن الآية على ظاهرها أي أن الله عز وجل يجعل حجاباً يستر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار فيصبح الكفار لا يسمعون قراءته ولا يرونه وعلى ذلك لا يؤذونه وعلى القول الأول أنه كما قال الله عز وجل على قلوبهم أكنا وفي أذانهم وقر بمعنى أن الله عز وجل يطمس على قلوبهم يطبع عليها يختم على قلوبهم يجعل على أبصارهم على أذانهم غشاوة لا ينتفعون بالقرآن هذا خلاصة الأمر أي لا ينتفعون بالقرآن فكم من من يتلى عليه القرآن ويقرأ أياذاً بالله ولا ينتفع به نعم سؤال الثاني نعم أنا حافظة حفظ جديد في صورة البقرة ونقرأ بي في الصلاة لكي يضيع حفظي نعم فما تضيع علي آية وكلمات من الآية فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل وفي الآية في الوصن نخليها فعلي صحيح أم غلط حسناً بس ما يحتاج تقولين بسم الله الرحمن الرحيم إنما أتم ما يحتاج أن تقولي بسم الله الرحمن الرحيم وإنما توقفي قليلاً ثم أتمي لا حرج إن شاء الله لا حرج أنا معلش سؤال الثالث نعم عندي دعاء في السجود أنا نقول سبحانه رب الآله يعني كم مرة وقعدين ندعي نقول سبحانه رب الآله كم مرة صحيح؟ نعم لا حرج لو جعلت الدعاء بين التسبيح لا حرج هو المشروع التسبيح ثلاث مرات في صلاة الليل في الإطالة جاء في سنان سعيد بن منصور أن التسبيح عشر مرات بعد ذلك ندعو لو أن الإنسان سبح ثلاثاً أو عشرة ثم دعا ثم بدله أن يعيد التسبيح لا حرج عليه لا حرج أن يعيد التسبيح أن يجعل الدعاء بين التسبيحتين بين التسبيحتين لا حرج في ذلك البتة نعم شكراً يا أمت الله نعم الأخ الدنيا من فرنسا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام عندي ثلاث أسئلة من فضلك نعم السؤال الأول هو تلقيق الحواجب يعني التخفيف منهم هل يجوز أم لا هذا ما يسمى بالتشقير وأضرابه من تلقيق الحواجب إن شاء الله تعالى لا حرج فيه ما لم يكن هناك نزع لها بالكلية نعم شكراً السؤال تنيا شيخ عندي نصيب من المال وأعطيته سلف يعني سلفته للشخص من العائلة وهذا عنده يعني أعوام اللي أسلفته لهذا المبلغ يعني لا أدري متى يرجع لهذا المبلغ من المال إذا كنت سرين عن الزكاة ليس به الزكاة حتى يعود إليك حتى يعود إليك إذا عاد إليك المال زكه لسنة واحدة فقط إذا عاد المال يا أختي دنيا إليك رده من أقرضته زكه لسنة واحدة فقط ولو رده بعد أعوام هو يعني هذه سنة رجع لي مبلغ بسيط من هذا المال يعني بسيط ماشي كلها زكي هذا المال البسيط إذا كان قد أقرضته قبل أكثر من عام عنده سنوات يا شيخ عنده سنوات زكي هذا المبلغ مثلاً رد مئة جنيه مثلاً زكي المئة جنيه الثالث يا شيخ هذه الحكاية عند أعوام يعني سنين مضت شخص ما سلفني مبلغ من المال ومبادئة أنا اتزوجت وجيت لفرنسا هنا وانقطعت العلاقة وهذاك المبلغ أبقى في رقبتي ومبادئة ما لقيتش حل يعني أنا هذاك المبلغ أعطيته لأخت لي ونويته كأني رجحته لهذا الإنسان لا هو حاولي يعني باختصار حاولي أن تصري إلى ذلك الذي أقرضك الآن يسهل الاتصال بالناس والوصول إليهم الحمد لله الأمور ميسرة بإمكانك أن تصل إلى ذلك الرجل وتعطيه ما له الذي اقترضته منه بذلك تبرأ الذمة يعني ليس صعباً أن تصلين إليه وهو في الجزائر نعم الأخت خديجة من المغرب السلام عليكم يا شيخ السلام حياك الله لديها سؤالاً نعم الدعاء الذي يستحب قوله في ركوع وسجود صلاة القيام صلاة القيام مثل مثل الصلوات يقال في الركوع يعظم الله ولو دعوتي لا حرج لكن يعظم الله اللهم لك ركعت وبك أمنت وعليك توكلت وبك أمنت خشع سمعي وبصري وما استقل به عظمي لله رب العالمين مع قول سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى ولو قلتها عشر مرات يكونوا حسناً ثم اسأل الله من خير الدنيا والآخرة و اثني على الله عز وجل بما هو أهله من المدح والثناء ثم اسأل الله من خيري الدنيا والآخرة اللهم اغفر ذنبي ويسر أمري وشرح صدري واستر عورتي وآمن روعتي واغفر خطيئتي ويم من كتابي ويسر حسابي وادخني جنتك واعذني من نارك اللهم اجعل قبري روضا من رياض الجنة ولا تجعل حفره من حفر النار اللهم احسن خاتمتي وغيري ذلك من الأدعية يا أخت خديجة نعم شكرا لدي مبلغ من الماء مبلغ من المال يدخر هل يجب عليها نعم إذا مر عليه العام يجب فيه الزكاة مدام مدخرة يجب فيه الزكاة كل عام الوقت عايدة من دبي الشيخ السلام عليكم السلام حياكم له الشيخ ما أخذك سؤال العتاس بالنسبة للحرمة بالمجد ما هي الفوائد اللي فيه الشيخ ما أخذك أنت دعيه وتدعي الأخواتي بالأزواج الصالحة الله يرزقكم على الأزواج الصالحين ويسر أمركم لكن السؤال الأول لم أفهمه أعيدي السؤال الشيخ ما سؤال الثاني اللي هو ما حكمه في الصلاة واحد يسرح الصلاة وبعدين يفيق اللي هو يعني ينشغل شوي في الصلاة ما حكمه بس تسلمين يا أخت عايدة وشكر الله قناة دبي على نتاحة اللقاء بكم لا يسلم الإنسان من أن يعني يذهب في صلاته بعض الشيء يذهب فكرا بعض الشيء قل لم يسلم من هذا أحد والله قال فويلوا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهو قال بعض العلماء الحمد لله أن الله لم يقول الذين هم في صلاتهم ساهو لأن السهو هذا يحصل لي ولك وللجميع لكن الإنسان يحاول أن يعقل الكثير من صلاته فليس له من صلاته إلا ما عقل منها وكلما استحضر الإنسان العظمة الله أو تابع إمامه أو قرأ إذا كان لوحده بصوت مرتفع قليلا كان ذلك أقرب إلى أن يبتعد عن أن يذهب ذهنه بعيدا وفكره في الصلاة نعم فاطمة من دبي السلام عليكم شيخ السلام حياك الله من فضلك شيخ شو معناه الإنسان يشوف في المنام يعني قبل صلاة العصر قبره مكتوب عليه اسمه لا لا تحمي لي هم يا أختاه يقولون إن الموت في المنام طول عمر ما يعني لا تحمي لي هم من هذا الباب ولا يعني يصيبك كدر ولا حزن الله أعطيك طولة العمر والعمل الصالح يا ابنتي الكريمة نعم أم محمد من السعودية السلام عليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا توني والدة بس كيف أستمر وقت وقبل وإن شاء الله القيام بالك القدر وأنا فترة أعانك الله وبرك الله لك فيما وهبك وأعانك الله على التربية واجعله مباركا لك ولي أبيه ممكن أن تستقبل القبلة تتوضيين تستقبلين القبلة تدعين الله عز وجل تذكرين تهللين لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم مئة مرة ثم بعد ما تطمأنين قليلا ترفعين يديك تدعين الله وهكذا في كل ليلة تتعالين نفسك حظا من هذا يقبل الله دعائك ويكتب الملكان ذكرك وإن شاء الله تكونين من الفائزين أو من الفائزات نعم الأخ عبد الملك من أم القوين يا أخي عبد الملك ألو نعم حياك الله حياك الله أحبك في الله يا شهف أحبك الله يا عبد الملك حياك الله الله يفعل فيك السؤالي إذا صليت ركعتين قبل أذان الفجر بعشر دقائق مثلا نعم هل يحسبان قيام الليل أم أن قيام الليل الأخير يجب أن يكون قبل الأذان بتلاتين دقيقة لو قبله بخمس دقائق من قيام الليل مدام ما لم يؤذن الفجر فهو محل لقيام الليل قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا وقت قيام الليل إلى قبل الأذان بقليل نعم إذا صليت التراوح كاملة زائد شفع الوتر مع الإمام وقمت في آخر الليل وصليت تهجد مع الإمام هل تعتبر صلاة قيام الليل أم أنني أقفلت القيام لا 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 تعتبر قيام الليل تعتبر قيام الليل وخير لك كثرة السجود عبارة تنبي عن كثرة الصلاة وكثرة الصلاة كثرة في الأجر قال عليه الصلاة والسلام لربيع ابن كعب الأسلامي فاعني على نفسك بكثرة السجود نعم الأخت أمريم من السعودية سلام عليكم السلام هياك الله عندي تأثير يا شيخ نعم السؤال الأول بالنسبة للذكر كيف الإنسان يكون من الذاكرين الله كثيرا وذكرة لأني قرأت بالنعتيمية إن الإنسان الذي يذكر بالنسان لا بقلبي تنتزع الباكة من أعماله وأوقاته هو قد يعني ربما من كتب عن الشيخ هذا لم يكتبه صحيحا الإنسان يذكر الله عز وجل بقلبه وبلسانه والمعنى أن الإنسان يذكر الله بلسانه وفي الوقت نفسي يستحفظ ذلك الذكر الذي يقوله لا يصل الإنسان إلى أن كل قول يذكره لله عز وجل يكون قلبه متواطع معه بالكلية يعني معه صعب لكن المقصود كثرة ذكر الله كثرة ذكر الله تكون الإنسان يسبح في اليوم مئة مرة في الصباح مئة مرة في المساء يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا مئة مرة في الصباح مئة مرة في المساء وأضرى بذلك يا أختي الكريمة مع قراءة القرآن يكون له حزب يكون له ورد يقرأ القرآن شيئا فشيئا الله يقول أطراف النهار وأطراف الليل بسؤال الأخت أمري من السعودية نصل معكم إلى لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام وفقنا الله أن يكون ما يحبه ويرضى وهذه الليلة ليلة جمعة وهي ليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة ويتر فنسأل الله عز وجل أن يصلح فيها أعمالنا وقبل ذلك أن يصلح قلوبنا وأن يتقبل فيها دعاءنا وأن يرحم حالنا وأن يعيننا على طاعته والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر